كتخليل برضو مهم جدا للناس تعرف هل التعليق بيبقى ليه أصولك؟ بمعنى ولا أنت صوتك حلوة وعندك الموهبة فتطلع تعالى ولكن هل من يعني إيه التقوص اللي بتعملها أنت كخليل قبل التعليق؟ هل أصول التعليق لازم تبقى دارس حاجة معينة؟ الناس عايزة تعرف له الموضوع ما له علاقة بالدراسة لكن أصول موجودة وفيه أشياء لازم تتوفر في كل معلق بداية من الشغف حتى قبل الصوت لأن الصوت نحن عندنا في عالم التعليق أنت ممكن تتدرب وممكن تشتغل على صوتك وممكن حتى تتحسن شوية نبرة الصوت فعلا والله وممكن تتحسن معاك مخارج الحروف وممكن يتحسن معاك النفس هذه كلها أشياء تأتي بالتدريب لكن لما يكون عندك يعني ممكن إنسان أنت تمتلك موهبة في التعليق صوتك جميل جدا وعندك معلومات رياضية لكن ما عندك شغف أنك تتعلق هذه نقطة ممكن أنها تقلل شوي من إمكانياتك على الهوى التحضير للمباراة أمر مهم جدا بالإضافة طبعا إلى الأشياء الأساسية اللي هي نبرة الصوت مخارج الحروف والمعلومات الرياضية مخارج الحروف مخارج الحروف